قال لي العطار العجوز حطي القهوة على الحلبة هتحقق حلمك اعمليها في دقايق وكسابي دولارات صالوا على الرسول الله ولو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة سهلة استراء فاتح سكتشن وديه قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يصلكم دايما اشهار بكل فيديو جديد وخصوصا ان انا كل وصفات جديدة وحصرية ويلا بينا نشوف قال لي ايه العطار اول حاجة بنجيب كوباية وهنحط ملعقة كبيرة من الحلبة الحصى بعد كده بتكوني غالية مية على النار وهنبدأ ان احنا نملأ الكوباية بالمية المغلية بالمناسبة الوصفة دي لكل الفئات العمرية وللشباب وللبنات والناس الكبيرة في السن وكمان للاطفال ولو تقدروا تعملوا كمية اكتر من دي كمان اعملوا لان بجد كنز لا يقدر بالثمن وطبيعي طبعا اول ما حطيته المية المغلية كان لون المية باللون الاصفر علشان الحلبة هقلبها بقى وبعد كده هنسيبها في جنب المدة 10 دقايق بالزبط بعد 10 دقايق هنجيب طبق وهنجيب صفاية وهنبدأ ان احنا نصفي كل مكونات الكوباية يعني نصفي الحلبة البزور انا مش محتاجاها كل اللي احنا محتاجينه هو المية بتاعة الحلبة اللي لونها اصفر بجد يا جماعة الحلبة دي يعني ذهب في البيت والله العظيم فعلا كل ما هتعمل الفكرة ديت او تعمل الفكرة ديت هتندهش لانها رهيبة هجيبه بقى ملعقة من القهوة والقهوة اللي انا هستخدمها بني سادة مش محوج هنخلط بقى وندوب القهوة كويس جدا مع منقوع الحلبة قهوة وحلبة يبقى انت عندك كنز في البيت وعندك كنز بجد رهيبة هنا بقى انا بدوب القهوة بقى بقدر المستطاع بعد كده سبتها 5 دقايق وبعد 5 دقايق بالزبط التركيز بتاع القهوة بقى اقوى لما سبته كده مع منقوع الحلبة 5 دقايق في المرحولة دي بقى هجيبه ملعقة كده كبيرة من اي زيت شعر عندكم انا هستخدم زيت خروع يستحسن طبعا ان انت تستخدمه زيت طبيعي فانا هستخدم ملعقة من زيت الخروع وهبدأ بقى كده ان انا اخلط كل المكونات مع بعض وعموما زيت الخروع ده كنز لا يقدر بسمن بعد كده في نفس الملعقة هتحطي ملعقة كبيرة من مية الورد ومية الورد مش قادرة وصف لكم بقى في الوصفة دي بتعمل ايه اصلا هنا بقى هقلط كل الكلام ده سوا بالشكل ده وتعال لما اقولك هنعمل ايه بالنسبة للشباب للبنات للناس الكبيرة في السن للاطفال دي بتستخدم مرتين فقط في الاسبوع هتنقلي بقى كل اللي في الطبق ده في اي علبة بلاستيك عندك او عندك وبتعملوا بقى ايه دي يلا ما اقولك بسرعة يعني اول ما تدخلوا كده تاخدوا الشوار هتبدأوا ان انتوا تكبوا كل اللي في العلبة ديت على شعركم وتدلكوا في حركات دائرية فروة الرص في حركات دائرية لمدة عشر دقايق وهتسيبوا المنقوع ده كده على شعركم عشر دقايق كمان يعني اجمالي تلت ساعة وبعد كده بتغسله شعركم اعملواها مرتين في الاسبوع او تلت مرات تطوير رهيب للشعر وتكسيف الشعر هيبقى عامل زي البروكة هتخلي شعرك زي الحرير بتقدي تماما على الشعر الابيض